جايلك النهاردة ان شاء الله بدرس هيغير ستايل شغلك بنسبة 180 درج طبعا التاكست ستايل بيكون من اكتر الحاجات اللي بتخطف العين في الدزاين وبتخلي الدزاين شكل وجذاب جدا للعين وانا جايلك ان شاء الله عشان نتعلم ده باسهل طريقة ممكنة حتى لو كنت مبتدئ فنتقابل بعد الانترو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكو عامل ايه يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال ياريت كلنا وقبل اي حاجة نذكر الله ونصلى على النبي علشان نقدر نطلع بافضل نتيجة في الدرس ده زي ما قلتلك هنتعلم ان شاء الله في درس النهاردة ازاي نحاول الكلمات لسري دي او ازاي نحاولها لأي شكل على حسب فكرة الديزاين اللي انت شغال عليه فهديك كام مثال مثلا زي كده او كده او كده او كده او كده والكلام ده ان شاء الله هنتعلمه على الفوتوشوب والإلستريتور بدون اي برامج تانية فيالله بيجينا نخش في الشرح على طول طيب صديق اول حاجة هنروح عليه هو موقع فري بيك وده طبعا غني عن التعريف فانا هكتب هنا في السيرش تيكست تمام اول ما هكتب كلمة تيكست هتلاقي فكت هتدوس عليها هيبدأ يجيب لك استيلاك كتيرة جدا تقدر تاخد اي استيلاك انت حابب تطبقه على الكلمة بتاعتك وهنطبق الطريقة فاقلة من دي فطبعا انت هنا عندك حاجات هتبقى مدفوعة محتاجة الاشتراك وانصحك جدا بالاشتراك في فري بيك طيب لو انا عايز البي اس دي بس الواحد وهبدأ ادوسله برضو على البي اس دي هنا هيبدأ يديك الحاجات البي اس دي فقط اللي تنفعله الفوتوشوب فانا مسلا هنزل وهبدأ مسلا اختار اي ستايل انا شايفه كويس فانا مسلا هختار ده وهبدأ اعمل من هنا وهبدأ ادوس بدء التحميل او وهستنى عليه ثانيتين ثلاثة تمام هبدأ ادوس فتح وبعدين هبدأ ادوس على الملف البي اس دي هنا كده بالزبط فهيفتح لي بالشكل ده بص يا صديقي بقى ركز معي هنا في اي ملف هتحمله وبئس دي هتلاقي ان في قائمة اللي قارات في لاير مخفي في الاول وشكله باللون الاسود بالشكل ده ممكن ما يبقاش مخفى عادي بس لونه لازما هيبقى اسود بالشكل اللي قدامك ده فانا كل اللي انا سعمله ان انا هفتح م bios مثلا وهكتب الكلمة اللي انا محتاجة اطبع عليها نفس فانا مسلا هكتب حمدي تمام? وهكبر حجمها بالشكل ده وهارجع للملف اللي انا لسه محمله كده ادوس في المكان اللي انا واقف عليه بالزبط هنا كده بالماوس هدوس هيفتح للشكل ده. فكل اللي انا هعمله ان انا هرجع للكلمة بتاعتي هشدها مكان كلمة وهكبرها قدها بالزبط وممكن اعمل الميل اللي موجود ده او مش شرط تعمله و هيعمله اوتوماتيك. وهبدأ اخفي من هنا وهبدأ اقفل وادوسيس مش هعمل اي حاجة تانية هاستنى عليه ثانية ونرجع تاني. بس فهيبدأ يرجعك للكلمة بتاعتك هنا فانا هبدأ اروح للمكان اللي هو بتاع الستايل اهو. فهتلاقي ان الستايل اتطبق في اقل تقريبا من دقيقة زي ما قلت لك. تمام دي كلا الطريقة للفوتوشوب تمام? خلينا بقى نروح لطريقة اهو. بس قبل ما اقول لك طريقة خلينا اقول لك لو انت محتاج معين لحاجة معينة. يعني انا مسلا لو هعمل حاجة للجبنة زي ما شرحت لك في اول الفيديو فانا كل اللي انا هعمله وبعدد هحط كلمة بالشكل ده. وهبدأ ادوس تمام? هبدأ بس اشير كلمة دي. وكلمة كمان. لان غالبا كل الاستيلات اللي هي بتبع الجبنة هتبقى مدفوعة بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طيب المدفوع ده اللي هو هيبقى على راسه كده او على الشمال فوق هتلاقي شكل تاك كده. فلازم للأسف تعمل اشتراك تمام? وهتبدأ ان انت تعمل دا واللود وتطبق بنفس الطريقة اللي شرحتها لك. تمام? حتى لو انت مش محتاج جبنة. يعني انت مسلا محتاج شوكولاتة مسلا اهو. هنا هيبدأ يغير لك كلها اللي هو شوكولات تمام? وهنا هتبدأ تختار وهكزا بقى يعني انت محتاج مسلا حاجة للعسل هتبدأ تشيل شوكولات وتحط العسل اهو هيبدأ يجيب لك نفس الحاجات اللي انت محتاجها. طيب خلنا اطبق معك بقى طريقة تمام? انا مسلا هشيل العسل دي خالص. وهبدأ هنا هدوس على هيبدأ يفتح لك كل الاستيلات دي للإلستريتور. فانا هختار مسلا الشكل ده. وهبدأ اعمل وهبدأ ادوس بدء التحميل. تمام? هبدأ اعمل فتح زي ما عملنا هناك بالزبط. وضبل على ملف لفوق اهو. هيبدأ يفتح لك الملف على بالشكل ده. ركز معي. اهم حاجة عندي دروعة هعملها هو ان انا هروح عندي ويندو وهبدأ من هنا اختار حاجة اسمها هيبدأ يفتح لك المربع اللي ظهر معك فوق ده. تمام? طيب كل اللي انا هعمله هو ان انا هروح للساق بتاع وهبدأ ادوس واحدة فقط على الكلمة اللي قدامك دي. وهبدأ اروح هنا لعلمة اللي هي اول ما هدوس عليه هيبدأ ياخد لك من اللي قدامك ده هنا هو ظهر معانا هو. تمام? فخلاص كده. كل اللي انا هعمله هو ان انا هكتب الكلمة على الفوتوشوب او على الالستريترو ما عنديش مشكلة بس لازما يكون باللون الاسود. وهشدها معي بالشكل ده. انا بس هفرغ منها الابيض فانا هدوس على من عشان يجيبلي السليكشن وهدوس على الابيض ودليه. تمام? اهم حاجة في الموضوع ان انا هدوس على الكلمة السودة وهبدأ خليها اللون الافتراضي او اللون الابيض اللي هو بتاع الكلمة العادية اهو. انا دوست هنا اهو. تمام? يعني هي لو لو بالاسود هتبدأ تدوس هنا في الجزء ده هيبدأ يخليها لك بالشكل ده. وهتروح عند المربع اللي احنا ظهرنا دلوقتي وهتبدأ تدوس على فيتطبق معاك بكل سهولة بالشكل ده. وتقدر انك تاخد الكلمة وترجعها تاني للفوتوشوب او اي مكان انت شغال عليه. الطريقة سهلة. بعيدا عن اي برامج خارجية زي سريدي ماكس او السينيما فور دي او حتى اكزرة اللي كنت شرحته زمان. فبس كده. اتمنى الامور تكون كانت سالسة او سهلة. اشوفك في الدرس الجاي. مسينا رك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة